السلام عليكم ورسول الله درسنا لهذا اليوم الدرس الخامس في الفصل الثامن اللواتب صيد الكسور فكرة الدرس أكتب كسرا في أبسط صورة أهم المفردات لهذا اليوم أبسط صورة يكون البسط في أبسط صورة عندما يكون القاسم مشترك الأكبر قاعف ميم ألف للبسط والمقام هو العدد واحد وأبسط صورة الكسر هي واحد واحدة من عدة كسور متكافئة طيب نبدأ الآن في إيجاد طريقة كتابة الكسر في أبسط صورة تعالي معي نبدأ في سؤال واحد أكتبي كل كسر ما يأتي في أبسط صورة وإذا كان الكسر في أبسط صورة فاكتبي الكسر في أبسط صورة أولا نقوم بإيجاد هناك طريقتان نقوم بإيجاد الطريقة الأولى إيجاد القاسم المشترك الأكبر بين العددين عددين البسط والمقام طيب نبدأ في إيجاد قواسم العدد أربعة أو نكتب قواسم العدد أربعة قواسم العدد أربعة هي عبارة عن واحد وأربعة واثنين في اثنين إذن هذه قواسم العدد أربعة إذن نوجد قواسم العدد ستة هي عبارة عن واحد وستة اثنين في ثلاثة واضح الآن نبحث عن القاسم المشترك الأكبر بين الأربعة والستة لاحظي الاثنان والاثنان إذن القاسم المشترك الأكبر هو العدد أثنين طيب إذن نقوم بقسمة البسط والمقام على العدد أثنين نقسم البسط على اثنان والمقام على اثنان أربعة تقسيم اثنان فيها اثنان وستة تقسيم اثنان فيها ثلاثة إذن الحدد اثنان على ثلاثة هو تبسيط أو تسر مكافئ للعدد أربعة على ستة طيب نبدأ بحل سؤال اثنان نقوم بإيجاد قاسم العدد اثنان ألا وهي اثنان أو واحد في اثنان نقوم بإيجاد العدد الاثنى عشر قاسم هي عبارة عن واحد في اثنى عشر اثنان في ستة وثلاثة في أربعة هذه قاسم العدد ستة أو اثنى عشر طيب ما هو القاسم مشترك؟ القاسم مشترك الأكبر وهو الاثنان إذن نقوم بقسمها الاثنان في البسط والمقام ونرى كم سوف يكون الناتج اثنان تقسيم اثنان واحد واثنى عشر تقسيم اثنان ستة طابع سؤال خمسة اكتب الكسر ثمانية من عشر على صورة كسر احتياتي في أبسط صورة نعلم أن الكسر ثمانية من عشر هو عبارة عن ثمانية على عشر طيب الآن جاء دور كتابته في أبسط صورة نقوم بإيجاد القواسم للعدد ثمانية ثمانية هي عبارة عن واحد في ثمانية اثنان في أربعة واضح والعشرة قواسمها واحد في عشرة اثنان في خمسة وننظر القاسم المشترك الأكبر بينهما هلا هو اثنان نقسم البسط على الاثنان والمقام على الاثنان ثمانية تقسيم الاثنان أربعة وعشر تقسيم الاثنان خمسة إذن هذا الكسر في أبسط صورة السؤال الذي يليه اشترى إبراهيم 27 كعكة منها عشرة بطعم الشوكولاتة فما الكسر الذي يمثل كعكات الشوكولاتة اكتبي في أبسط صورة الآن الكسر الذي يمثل الشوكولاتة هو عبارة عن عشرة على 24 كعكة نقوم بإيجاد القواسم المشتركة العشرة قواسمها كما تكلمنا سابقا هي عبارة عن الواحد والاثنين والخمسة والعشرة الاربع وعشرين قواسمها واحد اربع وعشرين اثنان في اثنى عشر ثلاثة في ثمانية واربع في ستة طيب نرى ما هو القاسم المشترك الأكبر مينهما القاسم المشترك الأكبر هو الاثنان اذن بقسمة البسط والمقام على اثنان ننظر الناتج خمسة على ستة وهو أبسط صورة لهذا الكسر ويمكن ايضا نحلها بالنماذج كما تعلمنا سابقا وحلها بطريقة ايجاد او القسمة المتكررة او القسمة المتكررة القاسم المشتركة كما فعلنا هنا دعينا نحل سؤال ستة باستخدام القسمة او سؤال ثمانية باستخدام القسمة على القاسم المشتركة جميعها نلاحظ هنا بما ان العددان زوجيان نقوم بالقسمة على نقوم بالقسمة على العدد اثنان ستة تقسيم اثنان ثلاثة والثمانية تقسيم اثنان اربعة ننظر هل يوجد غيرها لا يوجد غيرها اذن هذا هو أبسط صورة او اللقاء المشتركة بين الثلاثة والاربعة هي الواحد فقط انتهى الى هنا درس يا صغيرة نلتقي بإذن في درس قادم الى اللقاء هذه صحية لا حاضullen